أكد معالي الدكتور عبدالله بن محمد بالحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة أن حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية وضمان استدامة تنوعها البيولوجي يمثل أولوية استراتيجية لدولة الإمارات و لوزارة التغير المناخي والبيئة جاء ذلك خلال لقاء مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع الشارقة لبحث أفاق تعاون وشراكة مع الوزارة لتوظيف كافة قدرات الأكاديمية وأخبرات كوادرها التعليمية من أجل حماية البيئة والحد من الأنشطة التي تسبب في التغير المناخي خاصة في المجال البحري